لم تعد أمرا خافيا عمليات التهريب الممنهج للنفط العراقي التي رافقت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 دون أن تجد رادعا حقيقيا يوقف نصف ثروات البلد التي تذهب في جيوب حيتان الفساد إذ تقدر خسائر العراق سنويا جراء عمليات التهريب بأكثر من مليار دولار محافظ نينو السابق أثير نيجيفي قال إن هناك جهات مسلحة تدعي حماية أبار النفط لكنها تتحكم بها بحيث لا يستطيع أحد التدخل في عملها مشيرا إلى أن عمليات تهريب النفط من تلك المناطق مستمرة أما النائب عن نينو أحمد الجبوري فقد أكد أن عمليات تهريب النفط في نينو مستمرة وتقوم بها جهات وفصائل مسلحة في وضح النهار وبعلم الحكومة حيث تسرق يوميا نحو مئة صهريج من النفط الخام وتبيعه لصالحها مضيفا أن النفط المهرب من تلك الآبار يذهب باتجاه بيجي ومن ثم مخمور وصولا إلى البصرة حيث ممانئ التصدير تهريب النفط أصبح أمرا شائعا كما يقول رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق حاكم الزاملي الذي يؤكد أن هناك جهات سياسية وعسكرية ظالعة فيه وتستر من بعض القطاعات الماسكة للمناطق التي تشهد عمليات التهريب معربا عن استغرابه من سكوت الحكومة عن فتح آبار النفط أمام المهربين سواء في نينوى أو في البصر وميسان مشددا على أن تجار النفط صاروا غيلانا نتيجة الثروة والسلاح الذي جنوه من عمليات التهريب وكانت قضية سرقة معدات مصفات بيجي قد عادت إلى الواجهة مجددا بعد تفجر الخلافات بين تيار الحكمة وميليشي العصائب المتهمة بنهب معدات المصفة وتحدثت مصادر مطلعة عن إبرام صفقة بين وزارة النفط وميليشي العصائب لمنح الأخيرة مبلغ مليار ونصف المليار دينار على أن تعود أجزاء المصفات المسروقة الفساد الذي أسكمت رائحته الأنوف تتورط فيه جهات وحزاب سياسية وميليشيات إرهابية ترقص على جراحات العراقيين وتضع مستقبل العراق كله في المجهول اشتركوا في القناة